ويمكن الفقرة دي يا فقرة بنسترجع فيها يعني شوية من الذكريات لأن مين فينا ما كانش وهو بصغير بيتفرج على الأرجوز واحد من الفنون التراثية اللي رسمت البسمة على وشوش أجيال كتيرة بقى هنا وحدث ولا حرق يعني مع ظهور التكنولوجيا للأسف كان فيه خوف على الفن ده من الاندثار علشان كده فرقة ومضة اشتغلت على إحياء يعني فن الأرجوز كأحد العناصر غير المادية وتسجيله في اليونسكو طب فصيل أكتر هنعرفها من خلال دكتور نبيل بهجة أستاذ المصرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة اللي مشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فاندو صباح الخير أهلا وسلام بيكي دكتور نعم دكتور يمكن احنا عرفنا أن تم تسجيل الأرجوز كأحد الفنون الشعبية غير المادية في اليونسكو عفا 2018 بالظبط مفاهم برعفا 2018 السبب وراء التسجيل في اليونسكو كان حلم كبير أنا بدأته من 20 سنة لاستنهاض الفنون التراثية الأرجوز وخير الضر وصناعة مصرح بيعتمد في لغته الأساسية على أدواتنا مفردتنا لأنهما ضحكوا علينا وقالونا أننا ما عندناش مصرح ده مش حقيقي احنا كان عندنا مسارح قديمة وأشكال المصرح من مئات السنين وترجع لألاف السنين زي الأرجوز زي خير الضر زي الروا ومصرح مكتمل فيه حوار يعني النصوص ابن دانيال اللي سبهرنا من العصر الأيوبي نصوص مصرحية متكاملة لكن هو في سؤالين خلوا الناس يقولون أننا ما عندناش مصرح والسؤال هو من يصنع المعنى القوي الحضارة القويات بص المصرح شكله بس أنت ما عندنا لأن المصرح بيعتمد على الحوار والصراع والتفاصيل دي كلها والنصوص المتروكة لدينا فيها كل ده الأمر الثاني والمهم قدرتك على الاعتزاز بثقافتك التأكيد لا مش التراث التأكيد على أن في يديك ما يستطيع أن يعبر عنك لغتك تستطيع أن تعبر عنك تراثك يستطيع أن يعبر عنك عندما تنتزع تلك الأدوات أنت بتبقى زال هواة لا لون لا طعم لا رائحة وتزوب في أي فكرة قاتلة تجيلك أو أي موضة لمدة يومين ثلاثة تمام أنت تزوب فيها فأهمية أهمية ده أن إحنا بنؤكد على أن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنه وده بيثبت أقدامنا في الأرض أن التراث عنده مشكلة لأنه بيردك إلى الماضي لكن عنده ميزة مهمة جدا أنه وسيقة ملكية الوطن أن بالتراث نقول أن كنا هنا كنا هنا من سبعة ألاف عام وهذا الوطن في مجمعه لا يمتلك منتج بحجم الثقافة الثقافة منتج مهم إحنا بقنا على تلك البقعة بأشكالها المتنوعة بزد يعني عندنا بقى الأرجوز والمنشدين والحكواتي عندنا حاجات كتير أعتقد أن إحنا كنا بننفرد بيها وصدرناها كمان للمحطين كل الأشكال ديات هي وسائط نقل معرفة في الأساس ووسائط جمالية للتواصل وأشكال فنية مهمة لكن أهميتها الآن ما هنت دلوقتي لما تقولي لواحد تعالى نرجع ننفرجك على حاجة الناس كانت بتفرج عليها من 1200 سنة ولا ألف سنة هل إحنا منطقيين في ده في أستاذنا الدكتور عز الدين إسماعيل أغاير حمو كاتب مقال مهم جدا عن توظيف التراث أظن في العدد التاني من فصول ومحاطط اللي هو فكرة التوظيف والاسترهام والاستعادة أنت الآن لما بنتكلم المثل اللي أنا دايماً بضربه ديزني بتستثمر في تراصنا إحنا بتكسب منه فلوس غيرت الآن جاسم وعلى الدين آه علاء الدين بتقدمه بعينها وأدواتها الحديثة والجديدة تمام وتبهر العالم به مع أنه حقوق ملكيته الأدبية بتاعتك كمتها يعني ليه إحنا كمصريين ما عندناش التيمة اللي بره أول ما تظهر يعني الأرجوز ده أول ما يظهر يتقال ده يعني بيعبر عن الفن المصري مثلاً أو التراث المصري في حقبة زمنيمة وإحنا عندنا عندنا ده يعني أنا روح المتحف الإسلامي هتراقيه تيم كتير جداً بس هل إحنا عندنا بس مش منتشر هدوك ما نحقول لك هل إحنا عندنا الإدارة الثقافية التي تستطيع أن تسوق تسوق النموذج بتاعك أهم حاجة في الدنيا إيه؟ إنك تطرح نموذج تسوقها نعم تسوقها لا أولاً أهم طرح النموذج طرح النموذج في البيت حتى لو الأب والأم مش نمازج لو أنت عايزة الولاد ما يشتغلوش على الموبايل وتاعوا أنت قاعدة طول النهارة على الموبايل خلاص خلصنا هو شايفك قاعدة يبقى صناعة النموذج النموذج بغض النموذج بأفكاره بعمقه هي أهم شيء تاني حاجة بقى إنك تطرح هذا النموذج على الناس تطرحه من خلال إيه؟ من خلال أدوات المختلف زي معنى أننا نحن النهاردة جايين بنتكلم هل بنتكلم في الأرجوز أو بنتكلم في الأرجوز بس بنتكلم في فكرة أعمى كيف نستفيد من التراث اقتصادية؟ صحيح كيف نقف بقدم في التراث والأخرى في الواقع إزاي عنصر زي الأرجوز ده مسر مصر في اليونسكو وتسجل بإسم مصر وقدم مصر في مصر بقى كام عنصر زي الأرجوز ممكن نحطه على قوائم اليونسكو ممكن يتحول لمشروع اقتصاد أنا عايز أقولك أن في دولة ما بتتخنق معنا على الطعمية الطعمية بتاعتنا وفاتحين وفاتحين مطاعم وفاتحين برندات وفاتحين طب ما ده اقتصاد اقتصاد برا أنت فين مطبخك برا؟ يعني أنا لسه رجع من أمريكا فين مطبخك؟ ده اقتصاد اقتصاد حقيقي الأرجوز بيكلم مين؟ بيكلم مختلف فئة الشعب؟ ولا بيكلم طبقة معينة؟ فين بقى؟ هو السؤال بيكلم مين فين؟ ومين اللي بيخلي الأرجوز يتكلم؟ بص الأرجوز هو زي ما عم صادر المصر قال أزغر مصرح وأكبر مصرح لأنه هو في الحتة السغنطوطة دي بتاعته اللي هو التسعين سنت دول بنقدم تسعتاشر عرضة مصرحة ترازي وبيطرع فيه أربعتاشر عروسة يعني أربعتاشر شخصي في العادي العرايس مرتبطة بالأطفال خلينا واضحين تمام؟ لكن أنت تستطيع أن تتجاوز مراحل الطفولة من خلال الرسالة يعني لما نجيب عرض الأرجوز نحطه في عرض المصرح للكبار ونحمله رسائل سياسية واجتماعية ورسائل نقدية وتصفح للواقع نحن نخاطب مستويات من الدلالة الطف عشان ينجازب مبدئيا والكبار اللي بتوجه لهم الرسالة تمام؟ نحن حاولنا على مدار العشرين عام الماضية من خلال فرقة وندن نحن نعمل لغة مسرحية بتعتمد على مفردات مصرية زي الأرجوز وخير الضر والراوي واستطعنا أن نقدم صورة للفن المصري يمكن في كل دول العالم يعني سأعرضنا في فرنسا في أسبانيا في اليونان الفن المصري بتاع دلوقتي ولا الفن المصري بتاع زمان والأرجوز وهو بيتكلم بيحكي حاجات قديمة تاريخ ولا بيحكي حاجات معاصرة الناس اللي هي قاعدة دلوقتي بتتفرج على فيلم في السينما هتقول أنا برضو ممكن أسمع عرض للأرجوز وكأني بتفرج على مصرحي صاري تريده مهم جدا اللي هو كيف نوظف التراث فيه تلت مستويات اللي هو استعادة التراث اللي هو فكرة نسجل ونعمل أرشيف وده عملنا ما نفعش بقى نفضل نزنقين نفسنا في الفكرة دي مع التراث حراث لأن التراث بيتكلم عن إشكاليات ماضوية من الماضي مهم إنك تقف بقدم في التراث والأخرى في الواقع مهم إنك تستخدم الأدوات الحديثة في إنك تبدع أفكار جديدة ربطه بالتكنولوجيا والفكر الشبابي والمستحدثات اللي بقت موجودة طريقة المجتمع كمان بس هنا إحنا بنوظف أو نسترهم مش بنستعيد لأن فيه أزمة التسجير على قوائم اليونسكو ظهر لنا كم هائر من الهواء المزيفين اللي ممكن يشوهر عنصر عندما عنصر بيتسجل على اليونسكو ناس كتير عايزة تشتغل فيه فيه راوي أصلي اللي هو خد الشغل من ده مهم تحفظ عليك كنز بشري لأن اليونسكو بتقول إنه موت راوي شعبي يسوي موت أمة لأنه واحد زي عام صدرة راية رحمه شوف كان التكنيك اللي شايره والتاريخ يمكن من سنة ألف تسعمية تمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين موجود شوف حضر كم حقبة حق تاريخ ويستطيع أن يعبر عن ذلك بأدواته تمام يبقى تفرق ما بين الاستعادة وما بين التوظيف مهم إنه إحنا دي لأنك لو أنت قلت أنك بتستعيد وانت بتوظف فانت راوي مزيف ودي أزمتنا الآن مع بعض العناصر الشعبية ظهور عدد من الروار المزيفين إزاي دكتور وظفته ده في مهرجان فن الأرجوز وهل العروض تم فيها التوظيف اللي حاجة تقول لها ليه دي والاستعادة من أول يوم إحنا اشتغلنا من أول عرضة عمل في 2003 تقريبا إحنا كان عنا على ده كيفا السؤال لماذا نستعيد التراث هل نضع الناس في الماضي ولا نقول الناس إن أنتوا عندكوا جزور وثقوا بأنفسكم وعندكم أدوات تعبير ووسائط نقر معرفة هو ده كان هدفنا الأساسي من إحنا نقول إن عندك حاجات تبني عليها مش لازم كل الجاي من بره ده ترفض مهم إن الجاي من بره نشوفه ونتعلمه بس ما يبهركش تمام وما يمحيش وجودك فمن أول يوم إحنا قدمنا عرضنا إحنا عنا على مشكلات الواقع عنا على لغة الواقع عنا على إزاي ندمج عدد من مستويات الفنون لنؤسس لعرض مصرحي عرض مصرحي وأظن إن ده واكتسبنا كمان من خبرة اللعبين الشعبيين مفهومهم العميق لفلسفة وستراتيجيات اللعبة المرونة السهولة في الأداء العمق مع اليسر تمام كل ده تحط في عرض جديد أظن هو سبب نجاح التجربة واستمرارها لمدة عشرين سنة حتى أنت تدي رسائل مارنة بأداءة بسيطة رسائل مارنة ورسائل مسؤولة برضه أنت لازم تكون مسؤول في ما تقوله ومواكبة للأحداث يا دكتور يعني الأرجوز الجديد عنده أكاونت على السوشال ميديا بيكلم أنه بيحكي حكايات لها علاقة بحياتنا اليومية وبيحكي عن أنه مش عارفة إيه حصل على الفيسبوك وحصل إيه على انستجرام ده الأرجوز الجديد ولا الأرجوز قائم على زي ما كان قبل كده بيحكي حكاوي قديمة من الواقع أو حوارات خلينا نقول أنه هو عنده وظيفة نقدية في الأساس على كل المستوىات المستوىات السياسية والاجتماعية وحتى بعض المستوىات الدينية هو طول عمره بيشترى العرق ده لو موضوعه مش مرتبط بالواقع فهو فقط وظيفته نقدر نقول فيه أرجوز جديد وأرجوز قديم أظن لا ما نقدرش نقول كده بس نقدر نقول أنه ممكن نوضع في الأرجوز في موضوعات جديدة لسه لابس ترتور وترتور بزرر ونفس تون السود هو ده الشكل اللازم تحافظ عليه مش مختلفين إحنا بس بنعيد تقديمه بنعيد تقديمه وتوظيفه ممكن أنت بقى تقولي أننا هسترهم تيمة من تيماته زي مثلا زي بالضبط النموذج الأشهر على الدين في ديزني بتقدم كم مرة ديزني نفسي عملته كم مرة بس كل مرة بتقدمه برؤية وشكل مختلف وتكسب منه وده اللي أنا أدعو لفكرة كيف نحول التراث إلى اقتصاد مش هنحول التراث إلى اقتصاد لما طول الوقت إحنا ربطينه بالماضي لأنه مش هيهمه أولادنا هنحول التراث إلى اقتصاد لما نقف بقدم في التراث والأخرى في الواقع أكيد وعلشان نقف بقدم في التراث وأخرى في الواقع يمكن زي ما قالت منا فكرة اللي أنا لازم أواكب التغيرات اللي موجودة ده أكيد فكرة اللي أنا لازم أتحدث بلغة العصر ده أكيد بلسان حال الشباب اللي مودي متفق معك تمام طيب عشان نوصل لهذه المرحلة الفنان اللي بيكلم الفنان اللي هو لسان الأرجوز اللي هو الكنز البشر اه اللي هو ده أصلا زي ما حراك بتقول اللي هو الراوي الأصلي الراوي الكنز البشر الراوي الأصلي ده كيف يتم إعداده بيتكلم ازاي بيفكر ازاي عارف حيطلع يختار أنه طبيق يتكلم فيه ازاي حستثمر فيه ازاي وقايا بشكور جدا شكرا أنا برضو أرجو أن احنا نهتم بالكنز البشرية بتاعتنا لأن احنا دلوقتي عدد الكنز البشرية من حملت هذا الموروز والله يعدوا على صوابع اليادي الواحدة وهو ده المحتوى اللي بيروق فلازم نهتم بيهم الأول اجتماعية نوفرهم فرص عمل نوفرهم أنا دعيت أكتر من مرة والدكتور أشرف زاكنهم ينضموا لنقابة المهن التمثيلية ويبقى عندهم كفالة تمام كفالة فنية ومظلة شكرا أن أنت فكرتين بيهم فدي أول خطوة لازم نعملهم أن احنا نحتويهم الأمر التاني أن يبقى ننقل خبرتهم دي لأجيال جديدة لأنه هو مع التكنيك الأمانة بدون أمانة مش فيه أراجوز بدون عروسة خشب بشارب مش أراجوز ما عندكش أراجوز نقلت تكنيكهم لأجيال جديدة الأجيال دي هي رح تعمل كل حاجة بس يجازم مهم قوي يبقى عندك مفهوم التحريك الثقافي والإنتاج الثقافي ممكن أنا مش عندي الموهبة في أن أحرق شركة زي ديزني أنا بس عندي موهبة فنتكامل القادر يدير الثقافة يجي القادر تسويق يجي القادر ينتج يجي نترامق نعرف نشتغل كمجموعة عمل دي مشكلتنا أننا ما بنعرفش نشتغل كمجموعة عمل ونبطر فكرة الساحر يقدر يعمل كل حاجة ده مش ده مش حطوص كل واحد مهم في مكان وحضرتك مهم يعني الحوار اللي دار ما بيننا دي حضرتك كميرتيني وحضرتك كميرتيني نشتغل بالفكرة دي بقطق الدعوة اللي أنتو أرهمتوني فكرتها أننا نأسس مؤسسة الاستثمار في الثقافة وأننا نتحول فعلا يبقى عندنا مكان زي ديزني يصنع محتوى قوي قادر يبهر العالم الهندة عملتها ليه إحنا ليه ما نعملهاش ده سؤال يعني الهندة عملتها خلاص أنت هنا أنت بالصورة بالصورة بتستطيع أن تبني مجتمع وتضع أفكارك وقيمك إحنا سيبين شبابنا وأطفالنا يمين قولوا سيبينهم حاجة مهمة جدا دكتور نبيل فكرة بالتكامل بيصبح المستحيل ممكن إن شاء الله الدعوة اللي حداك أطلقتها تكون ممكنة على أرض الواقع وتتحقق ويبقى عندنا كيان كيان ثقافي قادر اللي هو يروج لي الأفكار المصرية والإرث الثقافي المصري تحديداً دكتور نبيل بهجة أستاذ المصرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة شكراً يا فندي معنا وجودك معنا أنا بشكركوا على حوار الموهند شكراً فضل شكراً لك دكتور نورترام شرفتين